اشتركوا في القناة الشيء الثاني ان تستمروا في طلب العلم والتعلم والتعهيد الشيء الثالث ان لا تنقطعوا عن الدعوة الى الله بالتي احسن للتي اقوى بالهدوء والعلم والرفق الشيء الرابع التلطف مع الناس لان الناس يحتاجون الى حكمة وليل ورفق الدعوة كل الناس تحب الله ورسوله كل المستجد يحب الله ورسوله لكن كيف تقربه الى الله ورسوله كيف تقربه الى الدليل من الكتاب والسنة كيف تقربه إلى أن يستمع إليك ويقبل منك والله في القرآن يقول كذلك إن كنتم من قبل فمن الله عليكم لا يوجد واحد مننا أصبح سنيا منذ أن ولدته أمه وإنما بتوفيق من الله سبحانه وتعالى النقطة الخامسة أن طريق الدعوة يحتاج إلى الصبر فلابد من الصبر والثبات والاستمرار على هذا الطريق النقطة الأخيرة الدعاء لا تغفل الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى دائما في قليل الأمور وفي كثيرين الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أفتجز صلى الله على نبينا محمد وعلى الأصحاب الأجمعين والآن وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والهواتف والسكايب ومدري إيش صارت قربت البعيد أي شيء عندكم من إشكال مشكلة علمية مشكلة دعوية ترتبونه إحنا جاهزين إخوانكم المشايح كلهم أشاء الله جاهزين يعني أن يرشدوكم وأن يكونوا عونا لكم في مشاكلكم أو قضاياكم أو مسائلكم العلمية أبدا المسلمون يسعى بدمتهم أدناه وهم يد على من سؤال هذه صفة أهل الإسلام جزاكم الله خيرا ونبارك الله فيك ومشكر لكم يا الله سبحانك الله وهم يشكي اللي لا يعيش أخبروك أخبرك أرى أبدا 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 شكرا للمشاهدة